الأخيرة ثلاثة ديال المرات توصل للمربع الذهابي وهذا يبين قيمة كذلك التكوين ديال اللاعبين الأفريقاء في هذه الفئة العمرية ربما من بعد كتصعب الأمور ساعد شيبا رغم يعني أن واحد شوية ديال الحصرة عبر على الفخر دياله بهذه المجموعة اللي وصل معها إذن نهاد ربع نهائي كأس العالم قبل وصل معهم للمباراة النهائية في كأس إفريقيا للأمم تابعوا ما قاله بعد اللقاء أمام مالي والخروج من دور الربع نحن فخورين بالوليدات يعني لأنه في مباراة بحال هذه مع خصم بعض الصعوبة هذه الإمكانية الكبيرة اللي عنده ممكنش نتلامه على بزاف ديال الحويش صحيح أنه كان ممكن نكونوا أحسن في بعض المناحي ديال اللاعب ولكن طبعا ربما هذا الجانب هذا ننسبه لأنفسنا ربما نجتهده أيضا في المناسبات القادمة يعني في مباراة من هذا النوع هذا ولكن الوليدات عطفا على المجهود عطفا على الالتزام عطفا على الروح أيضا الكبيرة اللي بينوا عليها نظن أنهم تستحقوا التهنئة يعني وطبعا دائما تكونوا يعني محصرين على وجود الجمهور المغريبي اللي ينتظر يعني ربما استمرار هذه المغامرة هذه وكان متعاطف بشكل كبير مع هذا الفريق هذا إذن سعيد شيبا الناخب الوطني الآن السؤال أنا كان عارفه في الفئة العمرية ربما المسيرة كنت توقف مع نهاية المسابقات اليوم يعني واش الأجدر أن سعيد شيبا يوصل مع هذه المجموعة في فئة عمرية أخرى أو لا يشد جيل جديد قادم في نفس الفئة الأقل من 17 سنة طبعا تخصص من الأقل من 17 سنة رأى صعيب ما شيء واحد كيمكن له يأخذ هذه الفئة وأنه يتعامل معها سعيد شيبا عنده واحد مجموعة نقات له يخلته كان إيجابية أولا لاعب ليلعب ما يكفي من مخابلات مع الفريق الوطني المغربي محترف أكثر من هذا خيلة خريج معادي مولاي رشيد أكثر من هذا أنه الإنسان الذي هو دائم تعامل دياله كان تعامل الذي هو سليس وخالوق ومعمر ما كان واحد الإنسان الذي هو متعصيب وبالتالي هذه الفئة هي فئة إحساسة أكثر الفئة هي كيمكن أي شيء كيمكن له تهرسه وبالتالي فقد نظر هذه المسألة للاختيارات بجوجه هي سيكون في صالح الفريق الوطني المغربي إما أنه سيذهب مع هذه المجموعة إلى أبعاد نقطة ويكون على الأقل اللي نتعرف عليها وغريب ما أنه تعطيها في أخرى مجموعة أخرى أقل مصبوعة الجسر وقد نظر المهم هو أننا ربحنا واحد الإطار وهو كذلك أعطي شيء لكثير في هذه المعادة المجموعة لعب كافريقية مع السنغال الآن وصل للربع النهائي اللي مع مرنا وصلنا له كانوا واحد من جموعة اللاعبين اللي هم الآن إن شاء الله مصق بالهم سيكون جيد سواء مع الفرق الوطن المغربي أو مع الفرق اللي سيكونوا محترفين فيها وبالتالي فاختيار صعب ولكن الاختيارات بجهوم في صالح كرة القدم والوطن المتخبة الوطنية في السنية ساعد شيبة واللي كان ضيف على برنامج دريم تيم قبل الرحيل والمشاركة في هذا الموضوع قال معهد الفئة أنا كنعلمهم ولكن خلصا أنا كنتعلم منهم